الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الثانية من الوحدة السابعة والتي نتكلم فيها عن الخبر المردود وما يتعلق بأسباب رده سواء كان بسبب سقط في السند أو بسبب سقط أو طار في الغاوي وكنا بدأنا في المبحث الأول وهما يتعلق بالحديث الضعيف وذكرنا بعض مسائله واليوم نستكمل ثلاثا من المسائل المتبقية في مبحث الحديث الضعيف المسألة الخامسة وهي حكم روايته قال مصنف الكتاب يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوع فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها هذا الجواز قيده بعد ذلك بشرطين وقبل ذكر هذين الشرطين أحب أن أبين أن الحديث الضعيف على قسمين الحديث الضعيف ضعفا منجبرا وهو الذي لا يكون الضعف فيه ضعفا شديدا والقسم الثاني وهو الضعف الشديد أما منسبة الأحاديث الموضوع فقد جر الاتفاق وسائة بيانه أنه لا يجوز رواية الأحاديث الموضوع إلا ببيان مع بيان وضعها أما الأحاديث الضعيفة فإن كان الضعف غير شديد فيجوز عندئذ روايتها والتساهل فيها كما ذكرنا بشرطين الشرط الأول أن لا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى والشرط الثاني ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية أما يتعلق بالحلال والحرام ووصول العبادات وما أشبه ذلك ومعنى هذا أنها ستكون تتعلق بفضائل الأعمال فبعض العلماء لا يرى بأسا بجواز رواية الحديث الضعيف في مثل هذه القضايا بهذه الشرطين بمعنى أنه يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ومما روي عنه التساهل في روايتها سفيان الثولي عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل هذا ما ذكره المصنف والذي يظهر والله أعلم أن في الصحيح الذي يرقق قلوب الناس ويرغيبهم ويرهبهم غنية عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومما ينبغي أيضا كما قال المصنف التنبه إليه أنك إذا رويتها من غير إسنات فلا ينبغي أن تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنما تقول روية بصيغة التمريض روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وما أشبه ذلك لألا تجزم بنسبة ذلك الحديث للغسولي وأنت صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه الحقيقة أن الأولى في مثل هذا تجند مثل هذه الأحاديث الضعيفة وعدم ترقيع الكلام بمثل أن نرويه بصيغة التمريض أو ما أشبه ذلك هذه المسألة الخامسة المسألة السالسة وهي حكم العمل به إذن فعندنا قضية أخرى مختلفة عن حكم روايته وهي حكم العمل به وقد ذكر المؤلف أن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف ثم ذكر مذهب جمهور العلماء فقال والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال يعني ليس في الحلال والحرام فضل عن العقائد لكن بشروط الثلاثة أوضح الحافظ من حجر ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ قال الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد الشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت أصل معمول به الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم بل يعتقد الاحتياط الحقيقة أن هذا المذهب وإن كان مذهب الجمهور الذي يظهر والله أعلم أن الصواب خلافه وهو أنه لا ينبغي العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها وهذه الشروط التي ذكرت وبالذات الثاني والثالث ليس لها معنى الحقيقة فالإندرج تحت الأصل معمول به ويصبح الدلالة هي للأصل وليس لهذا الحديث الضعيف وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط دين الله عز وجل واضح ولا يحتاج الاحتياط من غيره ولا ينبغي أن نبني أعمالنا على شيء لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن نبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فكما قلنا سابقا في الحديث الصحيح غنية ومثلة من الحديث الصحيحة والحسنة أقصد يعني فيها غنية عن أن نلجأ ونلجأ غيرنا إلى الأحاديث الضعيفة وما يتعلق بها آخر ما نتكلم عنه وهي المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالضعيف وهي أشهر المصنفات التي هي مظنة وجود الأحاديث الضعيفة وهي أنواع كثيرة فمنها على سبيل المثال الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء في ذكر الضعفاء ككتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان وكتاب ميزال الاعتدال للذهبي ومثله كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي فإنهم هؤلاء وغيرهم من من كتب الضعفاء يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها النوع الثاني من الكتب وهو الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة مثل كتب المراسيل والعلل والمدرج فقد صنف في هذه الأنواع وهي أسماء أو مسميات للأنواع من الأحاديث الضعيفة صنفت في كل منها كتب كثيرة فمثلا في المراسيل صنف كتاب المراسيل لأبي داود وذكر فيه ما يقولون خمسمائة حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل كما هو معلوم وكما سيأتيه هو مرفوع التابعي فهي أحاديث ضعيفة على صورة هذه قبل أن نبحث لها عن شواهدها أو ما قد يرقيها ومن ذلك مثلا في العلل كتاب العلل الدار القطني وهو من أجمع الكتب التي تؤلفت في العلل وهو يحوي تلك العلل التي وجد فيها أو تلك الأحاديث التي وجد فيها إلا تقدح في صحتها هذا ما حصل ذكره فيما يتعلق بقضية الحديث الضعيف ونقف عند هذا الحد ونصلى عز وجل للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته